موسيقى رئيسة منظمات العائلة والمجتمع للتنمية المستدامة من اختصاص فرمات منظمتنا ذو الاحتياجات الخاصة والمرأة كل اللي يرتبط بذول الاحتياجات الخاصة وحقوقهم ومساعداتهم هي اختصاصنا والمرأة عامة عن طريق منظمتنا نبدي نتواصل ويا العوائل تجينا مناشدات اكو احنا ننزللها ميداني ننزللها نبدي نتواصل ويا العوائل نشوفهم بالبحث مالتنا ندرس حالاتهم احتياجاتهم اذا كانت احتياجات مثل مساعدتهم بالبيت او كانت مثل كعمل او رعاية ويعني نبدي نسعى بها احنا كقانون عدنا انا حق يعني بالوزارات نطالب بحقوق ذو احتياجات الخاصة والمرأة احنا عائلة نكونة من ابوهم وخمس اولاد وست بنات يعني شون شنتو عايشين ووضع يعني شون مصدر رزقكم مصدر رزقنا الوالد يعني كان عنده سيارة سايق سيارة ويشتغل وهذي وبنفس الوقت همات يبيعوا يشتري بالسيارات اي كانوا اخوتي يعني الكبار يساعدوني بالسياقة وغيره وعايشين الحمدلله يعني حياتكم المادية علاقتكم علاقتنا هاذا شو ما خلاكم تكملون دراسة وكملت دراسة لا والله ماكملنا ليه صفوق دراستي انا بالنسبة لي ابتدائية يعني خلصت خامس ابتدائية وطلعنا لانه كانت حرب كويت وهذه ومدر ايش يعني فخافوا علينا يعني الوضع تغير يعني هي اذا نجي احنا عدي راسة اهميتها كلش مهمة بحياة المرأة لان هي هنانا لو دارسة ومدخرجة شان قدرت هماتين تحصل على وظيفة محترمة وتقدر تعيش يعني اطفالها وتعيش نفسها وحتى يعني تقريبا نقول احنا ساعد الرجل هماتين مهما ما تكون ظروفة مهما ما تكون حالة النفسية تقدر ساعدها هماتين ازيد من ما يعني احنا ان شاء الله هي ماكو ذلة بس تحسيها بذلة وتحسيها بمساومات تصير عليها من تدخل هذا المجال اذا كانت خياطة او تسترزق من المحلات او تدور شغل بدون شهادتها الهنان الشهادة راح تحكم حتى احتراما للشخصية القدامتش راح تحكم يعني اليوم انت من تروحين على فد نقول شركة تريد تشتغل بيها من تقولك مدارسة شوية ياخذون نظرة عليها يعني متعبة يخلوها باسوأ العمل اللي يعدهم يعني كل منصة كل شيء قليلة ويذلوها رغم هي تلقيها مثقفة تلقيها واعية بس ما دارسة لان الوضع اللي هي عايشته وكانت العائلة اللي هي عايشته ما هي قتلها هاي الفرصة ولا يعني الحالة المادية قدرت تدخليها تدرس فرح يخلوها باسوأ وضع يعني مع احترامات إلا إذا كانت موظفة منظفة أو يعني يستغلوها بهواي أمور كدارسة لا غير صورة راح تصير لها لان شهادتها وهي راح يصيرها غير تقدير فبطلت ما كملت دراسة قعدت بالبيت قعدت بالبيت لأنه هم كان وضع صحي أمي والتي وضحت أعبار وخواتي اللي أكبر من عندي يزوجين فبقيت أنا أداري أخوتي أبوي أداريهم يعني أدارهم بالبيت يعني أقيموا بواجبهم الفرق بين قبل إحنا نقولون يعني شون عايشين مثل على اللهيتهم ويجوا 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 ورس قوية وهاي يعني هذا الحش اللي إحنا نقول ورب العالمين ما ينسى يعني عبده وما ينسى الطفل وبالعكس هم مرزوقين على قصة هذا الطفل وهاي يعني العادات والتقاليد والأفكار اللي عندنا ده السيطرة عليهم كانت وثاني يعني يقول لك أنا من يصيرون عندي هواي يعني أطفال كإحنا قبل كلها أغلبها عشاير وعوائل يعني شبيرة اللي تقعد بالبيوت مو مثل هسا يعني بس الزوج والزوجة أو يعني فترة ويطلع يعزل ويتحمل مسؤوليتها لا قبل ماكوا يعني كلها متكاتفة بيت يعني شبير ومتكون من العائلة كل هذا كان العام والأب والأخ والأخت وذولة زوجات القوان والهاي فيعني متكاملة فش يقول لك يقول لك خلف حتى يسندوك خلف يعني وصل لك بالعشيرة اسم خلف والله إحنا أنا حاليا بهذا الوضع هذا إذا كان واحد يعني يقدرون على أمكانيته ويوصلوا للمستوى اللي هما يردوا ويقدرون يتابعوا حتى لا يفشل بحياته مثل يشوفوا إحنا الحالات الآن قاعدة تنطرح حاليا والقاعدين يعني عن طريق زياراتنا وبحثنا ده نشوفها وإذا فد مرة يعني اثنين يكفي طبعا أكيد العائلة العراقية معروف عنها أنه عائلة تحترم التقاليد تحترم العادات أكو هناك ترابط بين أفراد العائلة بشكل واضح جدا يعني منذ قديم الزمان يعني تحسين أنه العائلة أشبه بالدولة الصغيرة اللي بها رئيس وأيضا أفراد أفراد العائلة يمثلون الشعب يعني أكو ترابط بين أفراد العائلة احترام الرئيس موجود الرئيس يعني هو رب الأسرة بالتأكيد يمتلك من السطو على أفراد أسرته بحيث يعني يلجأون إلى في كل مسائلهم مشاكلهم الصغيرة والكبيرة ما يعبرونا يعني بحيث أنه يتركوا على الهامش وممكن أن يصرفون تصرفات بعدين تنعكس على العائلة وعلى رب العائلة للأسف الشديد هذه التقاليد والعادات بدأت تنحسر يعني بدأت تتقل أهميتها داخل العائلة العراقية بسبب هذه مشكلة التواصل الاجتماعي ومشكلة التليفون اللي غزة العوائل بشكل غير مسبوق بحيث أنه تحسين أنه كل عائلة للأسف الشديد ديش الرابط الحميمية بين أفراد العائلة بدأت تهتز أو بدأت تتقل نتيجة انشغال الجميع يعني الطالب مجغول بدراسته الأولاد مشغولين بتصفح صفحات الأنترنت من خلال التليفونات الموجودة عندهم عندما زورين أي عائلة عراقية الآن تجدين الجميع مشغولين بتليفوناتهم يعني الكل تاركين الجلسة اللي المفروض أنه احتراماً للكبير واحتراماً للضيوف يفترض أنه هذه مسألة جداً طبيعية أنه الأب يعلم أولاده أنه عندما يأتي الضيف على أقل تقدير تترك هذه التليفونات حتى لمدة ساعة لمدة ساعتين أو يعني فترة وجود الضيف احتراماً للضيف واحتراماً للوجود للأسف يعني متشعرين أكو تبادل لوجهات النظار لعرض مشاكل أفراد العائلة كالسابق لذلك تشوفين العلاقات العائلية بدأت تنحسر يعني قوتها بدأت تضعف وهذا بالتأكيد يأثر على التكوين الاجتماعي للعوائل وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى مشاكل عديدة وممكن أن يؤدي إلى تفكك الوحدة الاجتماعية للعائلة الحد أي عمر؟ وفتحك بالزواج الحد يعني عمر صار عمري زوجته أخوتي الكبار الزوجهو يعني إحنا شلنا من بيت انتقلنا من بيت إلى بيت من منطقة لمنطقة فالزوجه وأخوتي زوجتهم يعني ذول الثنين الكبار وزوجته بسنة الألفين يعني شان صار الزواج؟ الزواج يعني رحنا خطابت يعني بنت بيت عم أبوي خطابتها الأخوي فشافني يعني أهمي بن عمي هو بن عمي مو غريب يعني علي شافني فقال أريد بتعمي أنا أولى من الغريب صار النصيب حبيتي قرب الزواج؟ هو أكيد صار أي صار بيناتنا حب أكيد حب صار بيناتنا أي فصار زواجنا عن طريق حب لمدة السنة كاملة أنت شو أن تعطي مني الحب؟ شو أني الحب النصب عليك؟ ذاك الوقت يعني يعني كونا يعني كونا ابنية لا طال على ما شلا كذا لا هذي فأيجي يعني صار أحني قال لي بتعمي أنا أحبيتي ورتيتي وهذي رغم اللي يعني الزواجات اللي إجتني ورغم اللي بن عمي سابقا اللح نها علي ويعني مثل نقول العشائر شال النهوة من عندي أبويه ذاك الوقت فصار النصيب هو اللي بن عمي وهذي بالنسبة للحب قلت لش يعني إذا كان إحنا بذاك الوقت إذا نقول عشائرين أو 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 مو عشائر فهي هو هذا أي مو حب عايشين على فطرتهم يعني أنا اليوم إحنا بذاك الوقت هسا حتى إحنا بذاك الوقت من شنا ندرس ماكو يعني اتصالات وغير الاتصالات وهي المواعد وهي فعلى فطرتنا إشان نعيش مثل كطالب وياج سمعتي مننا شام كلمة حلوة وقبل اللي يحب صراحة رأسا يجي يدق الباب مو مثل هسا صارت هسا لا تليفونات ومواعد وأكو هاي أمور يعني حتى السريات وغير السريات ده صير وأكو كوارث ده صير هسا إحناك لا بذاك الوقت من لأن على فطرتهم عايشين يسموهم حب لأن هذا شي صار عندهم يعني مقدس بالنسبة لهم هي بعب كلما وحدة امتلكها بحيث خلاها أسسها من نشافة لأنه فتحت عينها بعد هذا أول حب إلها إحنا هسا لو تيجين بجنة الحب صار متكرر يعني اليوم حبها وتواصلوا صارت فد مشكلة صارت تشكالات عافرة حب ثانية هو هذا المو حب بس إذا تيجين على عذرياتهم وعلى أيام قبل هو ذاك الحب إحنا سلي نقول يعني مو حب شن العشتي كلمة وحدة قلت لي كان معجب بيش وبن عمش ويجي ويروح وشوفه تمسكت بي له هاي حبته تزوجها ماكو تواصل ماكو تواصل بس هي عن طريق مو أختعدني فييجي يشوفني ايه ماكو تواصل ازوجتو ازوجنا في سنة الألفية شون مشان يشتغلوا بوقته أعمال حرة وقيت ليش طالب بعده ما مكمل دراسة بس اشتغل أعمال حرة وأمه وأبو ساعده بالزواج ايه هنا بنقطة هاي الحالة اللي هسا عرضت دور الأم وين احنا من بدت بالحاج الحد لما خلصت دور الأم وين الأم حملتها مسؤولية بالأم ما أمتها لا بالبداية لازم يعني نقول وقت يعني مفائط صارت مريضة بس دور الأم وين احنا الأم تحتضن البنت مثل هي قريبة على والدها قريبة على والدها وهذه الحالات دا تتكرر عندنا نلقاها بكثرة البنت قريبة على الوالد ما قريبة على الأم زين دوريش انت كأم هسا هي عادت الحياة اللي عاشتها وشافت ماكو دور أم بحياتها لا عاشت دور الأم ويبناتها قاعدت تابحهم حتى لهم الزوجين توصلهم إلى زوات سعيد بيت مبني يعني على أسس قوية ما ينهدم ما تنعاد قصتها مرة ثانية هنا كان الخلل بهذه الحالة هو دور الأم لأن الأب محتضنها وهم عايشين بأعراف وعشاير مو يعني نقول احنا شوية مثقفين ومتطلعين ودارسين ومع احتراماتي للعشاير هم بيها هسا الخريجين والمثقفين بس عراف العشاير جد ما يدرس جد ما يتخرج جد ما يوصل للمرحلة هو يرجع للعشاير ماتة وقوانينها وأعرافها هي عاشت بهذا محور ماتة العشاير بس دور الأم الأم تكون احنا بالبيت تحتضنها يعني هي بالنهاية صارت حالتها تعبانة الصحية تحتضنها كصغيرة تعرف هي الأم أقرب صديقة للبنت جد ما صير عندها صديقات بنات عام أخوات صديقات هي أقرب صديقة لها فهاي دا تبنيها يعني دا تكبرها على عيدها فشي طبيعي من دا تكبرها لازم توصل لها لبين أنت هذا صح هذا غلط هذا ناجح إذا كان الأب يوقف ضدها الأم توقف وياها ساندها إذا كان الأخ يوقف ضدها الأم الساندها بس هنا هي ما عدها دور الأم السوت تنحت عن مسؤولياتها خلتها برقبة البنت حملتها مسؤولية الأم هي بدل ما هي تتحملها لأ حملت بنتها مسؤولية الأم فبهذا السبب هذه بنت شافت الحياة الصعبة ضغوطاتها عائلة شبيرة لا تنسين العائلة إحنا مو بس تتكون مجرد الدار أخوها أو أخوتها أو العائلة لأ هما عشائر عمام ناس تجي ناس تروح خطاطير هاي يعني هاي كلش ضغوطات صارت عليه فوين لجأت سمعت كلمة حلوة من ابن عامها كلمة حلوة عاشت أحلام أكبر من عدها من خلال قراءتنا للحدث ومن خلال سماعنا لمعرضته من المشكلة أنه زواجها مو زواج عنحو زواج تقليدي يعني هذا اللي نفتهمه احنا زواج التقليدي اللي هو يعني شاب يشوف شابه أو يلتقي بشابه نتيجة صدفة أو كونها من أقاربة تنشئ بيناتهم رابطة ما نقدر نسميها الحب الحب مسألة الحب هذه مسألة شبيرة يعني يعني تحتاج إلى فترة معينة تحتاج أنه الشخص يفهم الشخص الآخر يعرف مشاكله يعرف طروحاته يعرف أفكاره تكون أفكارها متقاربة مع الزوج بين الزوج والزوجة أعتقد هذه كلها ما موجودة لذلك احنا نقول علي زواج تقليدي بس هو بمرور الزمن وتنشئ العشرة وتنشئ المحبة أو الود ينشئ بين الزوج والزوجة نتيجة الترابط نتيجة وجود الأولاد العشرة الطويلة بالتالي تتأكد أنه هناك علاقة تصبح حميمية بين الزوج والزوجة ما حد يقدر يفترق عن الآخر بس نقول عليهم حب أعتقد أنه التسمية أكبر تسمية الحب أكبر من هذه العلاقة التقليدية لكن احنا من خلال تجربتنا أنه نشوف العلاقات السابقة بين الزوج والزوجة قد تكون أرصا من العلاقات الحالية يعني علاقات الحب بين الرجل والمرأة الآن شاب يلتقي بشاب داخل مثلا نتيجة العلاقة بين الاثنين بسبب الدراسة بسبب الوظيفة بسبب حتى العلاقة من خلال الانترنت يعني هذه شبكات التواصل الاجتماعي يتعرف عليها بسرعة وبالتالي يصور أنه هم الاثنين يصورون أنه واحد عبدالله في يذهبون إلى إنشاء علاقة و أيضا يرتبطون أحيانا يعني يرتبطون علاقة الزواج وأعتقد هذه ما طول يعني يعني راح تترك أثر سلبي أيضا على الرجل والمرأة ومشان وضع الزواج قاعدت ويلة أيال أي هو ويا أهله هو بقيت يعني ويا أهله وأنه بعدين صارت عندنا أول سنتين ما صار أطفال عندنا صارت خربطة وأنه بعدين خلّفت بنية اللي بكري وأنه بعدين أزنه لأنه عنده مشاكل ويا أهله أي أساسا مشاكل ويا أهله ويا يعني أبو وأمه فما تحملوا هالمشاكل قلوا لا أعزل أخذ راحتك وعزل أزنه أزنه يعني قاع يعني بيت خوالة بيت جدة هو جدة يعني أبو أمه شال إمطانة قاع طاب وزراع يعني بنيناها بنتها شوية شوية وأني هم خياطة يعني شنت أساعد خياطة بالبيت أي زي قابلة الزوجة وبعملة الزوجة اكتشفت بيه أشياء سلبيات هو سلبيات أنا شوية اكتشفت بيه شوية حالة نفسية لأنه كان عمي أسير بإيران تسع سنوات بقى بإيران وإجي يعني رجع للعراق والأهل وناسه حسيت عنده حالة نفسية من أيام الطفولة لأنه أب ما موجود وكذا أي نعم أمهم ربيتهم بس أمهم خوش ربيتهم والله هو أدنى حاجة أدنى شي يضرب يضرب يشتب تفاجأت بيه عن اي تفاجأت بيه تفاجأت تشتكين أحد لا 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 أسكت بس هو يروح يشتكي أهله عكس المطلوب يعني أسكت يخابرني كان الوالد يخابرون أخوتي أخواتي كون يعني أنا بغير محافظة أي نعم شون أحوال شون كذا الحمد الله زين ماش الحال الحمد الله بس لمرة الحياة صار عدي خنسة من البداية كانت متحملة مسؤولية كلش شبيرة وحبت لأ حبتي يضحي وحبت تنجح هذا مشروع الزواج اللي أنا على طول أقوله هو مشروع مشروع الزواج حبت بشكل تنجح وتعدي وتكبر وتريد وتكبر أطفال هوا وتكمل مدى حيات هوا بس شقد حاولت ويا بالأخير إن شاء الله مو فشل نحن نقول هي فشلت بس أنا أحس هذ هالمرة بهذه الأخت أو الحالة اللي نعرضت الفشل للرجل صار مو للمرأة لأن إشغلت هي وكفت إشغلت سندته بدت ويا من الصفر رغم معيشته ورغم حالتها المادية اشتغلت وعانت ما عانت وسندته وكبرت جهاله ومثل ما يقولون من تمكن يعني وراح يعرف شخصية ثانية خلوا تركها فهذا فشل إلى بعد هو لو ناجح إنسان ناجح يقدر بين الاثنين يحكم بالعدل ويقدر يعني يحتويهن هو لا بمرور الزمن إذا تنتبهين على الحالة أخير حلقة بها هو بدأ يميل إلها تأكيد يعني الزواج يمر قبل قبل أن يعني يذهب الشخص إلى عقد القرآن بالمعكمة يذهب إلى يعني يأخذون الزوج والزوجة أن يجرون فحص طبي لسلامتهم من الأمراض المعدية لكذا ما عرف شنو للأسف الشديد احنا يعني احنا حتشينا عن هذا الموضوع كثيرا يعني يعني حتى من خلال لقاءاتنا من خلال قنوات التلفزيونية يفترض أنه تعطى صلاحية أكبر للقاضي يعني حتى يفحص العلاقة قبل أن تتم بين الزوج والزوجة يعني عندما يكون المخطوبين يفترض أنه تترك مساحة يعني فترة زمنية بين الخطوبة والزواج أولا من أجل أن الزوج يفهم زوجته والزوجة أيضا هم تفهم زوجها وبالتالي يعني نقول عليها الأفكار بيناتهم تتلاقع تتقارب وبالتالي أيضا راح تكون هناك مودة بين الاثنين وواحد يفهم الآخر للأسف الشديد إحنا هذه ما عدنا يعني في معظم دول العالم أكو مسائل يعني أكو تدرج نحين الوصول إلى عقد الزواج إحنا عدنا زواجين زواج رسمي اللي هو بالمحاكم وزواج الشيخ أو السيد هذا اللي يصير خارج المحكمة وبالتالي يعني نوبات يزوجون بره خارج المحكمة ويأخذون العقد اللي يسووه يم السيد ويصدقوه بالمحكمة للأسف إحنا ما عدنا هاي المسائل للأسف الشديد إحنا بحاجة إلى أن نطور العلاقة بين الزواج والقاضي أين تحملت كل شي تحملت وتطورت شغلت قمت أنا أخيط أكثر وأكثر وفتحت محل بالبيت صغير أنا مود أعيشهم عيشهم هو مهم موجود يعني نفس الوقت ومكيف وفرحان بي وهذه رغم ما هاي المشاكل والحال النفسية اللي تجي هاي وأطفال شبه مدارس أي مدارس شعنا وبكتها صحيح مدارس بس البنات لا لأنه آني مني انفصلت عني بقو الأولاد يم ست سنوات تحملت كل شي كل شي تحمل شنو المشكلة اللي خلتت النور تلفص هو قلت عصبي متنرفز على أدنى شي أدنى شي يقوم يضربني بدون السبب يقوم يضرب يرجع من الشغل مثلا للبيت يضرب يعني على أتفه الأسباب أتفه الأسباب زيناني مجارية عدة سنة 2014 سنة 2014 حدث الطلاق شونو اكتشفت اكتشفت الخيانة وبعد يعني الشهر الخيانة صامت خيانة أصغر طفل عندي أول ما إن ولد وراه يعني شهرين ثلاثة أنا ما حاسب هذا الشي بس بعدين ورا خمس سنوات اكتشفت بأن هو خايني يعني عند علاقة ويا وحدة علاقة هاية بس يحكو إياها بالزوجة لا بس يحكو إياها تليفون بس بعدين صار يعني يقل لي أكوي وحدة وكذا واريد أزوجها وحالة المودية زينة هي من فصلة وعدها ابنية يعني وحالة زينة هي همينة مثل ما نقولها منامة براسة ما صدقت يعني مطلقة أتها أتها ابنية من ذاكة زوجها السابق ومتوفي وقاعدة ببحتها لا ويأهلها ويأمها واخوها تعرفت هاي المعلومات لي هي بقيم ودأ قلت يعني أقول لك أنه أنا هي حالتها زينة يعني المصلحة أو الحسسة بأنه ما رح يأثر عليكم أي ما يأثر أنت بيتك ومقامك وجهالك وقاعدة ومو يمش أصلا أخذ هم أهلي بيت أهلي لأن أبو توفى شون مثل ما تقولين يعني بعد ما كو سيطرة عليها هي بالنسبة إحنا للمرأة حتى لو الزواج الحلال إذا دخل يعني حياة الرجل نعتبره خيانة من كثرة المحبة إليه ومن كثرة يعني تريد تمتلك كل مرأة ما تقبل تجي ثانية شارك برجلها يعني حب تملك مش شرح للأربعة أنا ويا شرح للأربعة وإحنا بالنسبة أننا المفروض نقول لدينا حالات ماتين يعني مختلفة يصير انخوات لأن يرجع للأساس الرجل أنا ليش أقول ليش فشل هو هذا القصد الرجل إذا قدر يعني هو فهو هنا هو أثر هي اعتبرته خيانة ما أجي مثل نقول هو ورأسا أتعرف على ذي الشخصية ورأسا أجي أقللها أنا بالنسبة لي أريد أززوج مباشر حتى الإقناع مالت أززوج كان موضوعة طريقة غلط طريقة مادية ومصلحة يعني عايش هبأفكار هم أقللها ذي الشخصية خوش إنسان ومشتريتنا وصير لش أخوت وما أجي طريقة يقنح متمكنة وعدها ونتي تتغير حياتك وشوية ترتاحين وتتبدل وضعيتنا وهيش يعني خلي هدفه المادة مصلحة زواج مصلحة زراعها بدماغة مو زواج حب أنت الأصل أنا أحبك أنا أريدك أنت مجهال أنت اللي بديته وياي من الصفر بس هذيش لا مجرد حالتها المادية زينة مجرد يعني تغير من حال إلى حال الوضع يضغير هذا هو اللي فشل لأن الرجال إذا اتجردت من عنده الغيرة ما عرف يحكز هاي واحدة واثنين هي إذا تجين للأصل تعتبرها خيانة أي خيانة مو قلت لك مائجة مباشرة حاجة هي لا عاشت مأساتها يعني اتعرف على ذيش دخلت بحياته قام يأذي بيتها يأذي زوجته يضربها يعني الفاظ مو زينة إلها هواية يعني قام يأذيها بالأخير من شاف نفسه ديش ضغطت علي بعد خلاص احنا لازم نستقر فالسوة بهالحالة هاي يقنع الثانية بس بالطريقة هي هماتين ما عرف شنون ينجح بالتقنع مات الثانية بحيث السوة هو يريد يبني بيت هجم بيت كانت الفتاة الفتاة يعني أكثر حياء كانت تحترم التقالية تحترم العادات يعني صعب جدا أنه يعني احنا بجينا صعب جدا نسمع أنه الفتاة مطلقة للأسف الشديد المجتمع ينظر نظرة قاسية يعني الآن لا الأمور غير الشكل صارت الآن هسه ما شاء الله الشعبات الصغيرات بعد أن تطلق واحدة من أدهن يتبادل أن تهاني بيناتهم على وسوان حفلات في حين سابقا كانت الفتاة مسكينة تقعد وتسكت وتحترم نفسها يعني يقولون لها أن تحترم نفسك يعني لا تحاولين أنه يثيرين مشاكل أحيانا حتى إذا تروح زعلان البيت هلها واحد من أخوتها أو أبوها يجيبها ويرجعها إلى زوجها حتى بدون أن يسأل عن الأسباب يقولها هذا بيت شو لازم تتحملين يعني هي الحقيقة ما مجبرة أن تتحمل يعني هذه المرأة اللي عانت خمس سنوات أو أكثر من خمس سنوات من البطش والقتل والأذية ما كان المفروض تتحمل هذه الأذية يعني لأنه إنسانة وبالتالي عدها طاقة تتحمل عدها طاقة ترفض قدرة أن ترفض ترفض الممارسات القمعية يعني نقول عليه يعني الرجل أيضا يجب أن يحترم المرأة يجب أن يحترم شعوره مشاكله أيضا هي شريكة حياته من توصل الأمور إلى هالمستوى هذا يفترض يعني أسانة أقول أنه المرأة ترفض هذه الحياة وبعدين عدها بيتها أهلها يعني نحن نقول أنه المرأة أو الفتاة تبقى يم أهلها يم أمها أفضل لما تروح البيض تتعذب وتتأنم قلت لها أتطلقني إذا ما عاجبك أنت تبقين وأنتي الأوم وأنتي الزوجة وأنتي الأصل وأنتي بتعمي وأنتي كذا بس أنا ما وافقت على هذا الموضوع إيه صار إهمال من يمه من ناحيته ناحية بيته تبقى الموضوع هو يحاول يقنعك بالزواج الثاني لا هاي آخر أيام منكمل وضعه ووياه واتفاق كل شي نعم واتفاقه إيه 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 أهلها يدرون بأنه يدرون لا ما يدرون بعلاقتها هي وياها لا لا ما يدرون نعم ما يدرون أهله كان مواطنا من زواج عالي هو قلتلك عمي مني توفي الوضع كله تغير اي كان عمي ويايا سندي بكل أمور بكل أمور حياتنا أشتكي العمي يعني مني يروحي يقولي الأهله ويجي يمي يجي عمي يقولي عمي ليه شي وكذا إنه بعدين لا يصير من أس يسمع من عندي يخاف الله الرجال كان يخاف الله بيه اي نعم تتحملت الضرورة تحملتي العصبية حتى النفسية كل شي بس زواجها من ثانية رفضت أكيد أرفضها هو مثلا محق الشرع لأنني حياتي هيت شي قوة محت حملتها إذا إذا يجيب واحدة علي صعبة ترى صعبة خلي الزواج شكرا ما يريد بس متأكدة من عندي يأذي ذول الجهال يتأذون لأني أتعب لا هذا مو سبب لأن هي ما دامت حبة وضحة تتفهمها وأني حسب ما يعني متواصلة وياها وشفت وضحها وشفت يعني صراحة حاجها هي إنسان كلش ذكية لأن اللي لو مو ذكية ما تتحمل هاي المأساة كلها وتدري بيطلعت يعني حالة نفسية يعني رغم بنعمها ورغم قريب إلها ورغم يروح ويجي ما اكتشفت نفسيته ولا اكتشفت بأنه عندها حالة نفسية لو لا فهي بعدين من اكتشفتها يعني شوف لأن محبة بيها وذكاءها وهاي من اكتشفتها بعدين لأن العشائر حتى لو نقول اللي بنعمها مو من النعترة يروحون ويجون وهاي اللي بنعم يصيرون متحفظين عليها إذا بنعم إذا خطار إذا هاي فهي ما تعمقتويا مثل ما وراء الزواج تعمقتويا بعد زوجها فاكتشفت هو عندها حالة نفسية يعني اكتشفت ظروفها كل شي اكتشفت مع كل هذا بذكاءها شانت تريد تعمر بيت وتأسس بيت وتكبر جهالها وتحاول تتغير من عنده من نفسيته من حالة المادية من وضع من كل شي حاولها تتغير بهذا هي ذكية شاطرة من أقول هي مجاهدة إي مجاهدة بس بحالة وحدة الغيرة اللي عند المرأة اللي قام تشتغل عندها ما قدرت تسيطر عليها بهذا الشي هي يعني انهارت ما قدرت توقف يعني قدام هذه النقطة فسوت حاولت يعني حاولت عد تضغط عليه بس اللي الشغلة هي شون صار الزواج مالته صار الزواج مالته بعد ما قام يضرب بيه يشتن بيه ما سكتت وهو فاتح موضوع هذا إياي اتصلت بأبوي اتصلت أخوتي لا أخوتي صور مشاكل اتصلت بأبوي قلت لي يا بلد قل للوليد ترهي تشوتي قضية فلان أبو الجهال قال لي بأبو خاش حتي ماكو مشكلة دق علي اتصل علي وهو بالشغل قل لي قل لي اجاني هو بحاتشي أبوي بحلو اسلوب وهذي ومو غريب علي دمه ولحمه اجي للبيت قل لي قل لي اشتعي ليش اتي شسمه رايح مخابر أبو شو وقالت لهذا الحتي قل لي طاب طيب يعني ما خلى مكان بجسمي مؤزرق وتعدد الزوجات أكيد يعني إن كان مقدر نعم هذا المهم لكن منه هسا اللي يباو على هذه الآية القرآنية الكريمة ويطبقها بحذافرها أولا من استطاع من يكون قادرا على العدول يعني يجب أن يكون عادل بين الزوجات لحد لأبسط مسائل يعني أعتقد أنه للأسف كثيرا من الأشخاص لا يفكرون بها لذلك أعتقد تعدد الزوجات الآن في هذا الظرف الصعب يعني هذه الحياة صعبة صارت هو بعدين الإنسان إذا عنده زوجة مقتدرة ومقايمة بواجباتها بالشكل الصحيح على شنو الزواج الثاني الزواج الثاني يعني تعدد الزوجات عندما تكون الزوجة غير قادرة على تلبية احتياجات زوجها أو تلبية احتياجات عائلتها ممكن يلجأ إلى أن يتزوج مرة ثانية لكن يعدد الزوجات بدون سبب أعتقد أنه هذا خطأ كبير وهذا سبب حقيقة واحد من أسباب الطلاق يعني الفتاة عندما تحس أنه زوجها يريد يبني علاق أو يريد يتزوج مرة ثانية عليها تبد يعني تحاول أن تنفصل من عندها ما ما عندي أي شي غير بس الكاروة لأنني كنت أشتغل وفق للبيت أشتري نقص البيت أشتري نقص جهالي يعني مساعدتي يعني مساعدة مساعدتي حتى اللي أهلي ينطوني كل للجار يعني في سبيل ما أخلي يوم محتاج شي خمس سنوات تقريبا زعلانة خمس سنة لا مو هي من إجيت آني زعلانة أربعين عمي هو بيها توفم وقلت ليش أربعين يوم العفو السنة طلعت ما العمي رأسا جابها هي نفس اللي قال لي بيها جابها على بيتي أطفالي زوجها بيتي بيتي كل أغراضي يعني كل بس تدد كلها يعني غرفة مثلا بينه 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 اي ها ما صار الطلاق بس بقت شنو بقت يعني آني بعد ما تحملت الوضع وقلت لها بعد ما أرجع لي بعد ما يفيدني هذا بقي هنا هنا النقطة الأساس هذه ليش عبتي ليش بحتي مين ما قبل ينطين إياهم ما قبل ينطين إياهم وبقيت هي أتماطل خمس سنوات أبويا لا يقبل هم أجيبهم يقول لي بابا هو مرتاح وعايش وانت تعبين تربين زينا احنا بيت ما عدنا يعني بيت أبويا ما يكفي أخوتي وأطفالهم يعني الزوجين الزوج الثالث أخوية يعني بيت نزح يقول لي بابا خمسة وين توديهم وشون توكلهم وشون الشرب يوم صعب عليك ها هناني هناني النقطة هنالأساس لما نبقوا يم خمس سنوات فترة أتصل بيهم ما أقدر أشوفهم من المحافظة المحافظة ما أقدر خليت محامية بسكوت عن أبوي ها فتحت محل اشتغلت بالمحل كونت فلوس ما أقدر إيش هناني الشغلة يعني قمت أنا اشتغلت بسكوت من وراء أبوي واختي خليت محامية حتى أسحب جهاني أخذهم تعبت تعبت تفراكم صعب أبوي خابر يعني مديت روح تبليغات هناك خابر خابر هو أبو الجهال خابر على والدي لا لا انفصل نفصل ها انفصل أو البداية يعني انفصل هو مسوي الطلاق يعني قال لي مبعد أنا انتهت وما ترجع لي ولا أنا أرجع لها ولا كل شي خلي شق حياته يعني جهال عنده فسيطر على الوضع قال لهم خلي شق حياته قال له هي بعد ما ترجع لك بنفس الوقت هذا يتواصل والوالدي طلق سيدي لا اكو طرف ثالث يتواصل ويا طرف ثالث نعم دي تساء لا أبو ولا أخو تي هضمون اي المهم قال آني وكل شي جاهز حاضر وغايب وكل أنطي آني قلت هذا وعد ميصر اللي انتهت آني عارف شون آخ جهال من نفصل سيد أول بداية طاعن بي وحاج علي في سبيل حتى غياب يعني بدون ما أدري المهم استدعوني بالمحكمة المهم النوب هو مكملة مصدقة بالمحكمة اليام استدعوني آني ما رحت ما حضرت سجلوني طلاق غيابي يعني ما حضرت رحت اعترضت على الطلاق الحكم الغيابي القاضي قال لي بعد يعني ما هذا حتى آني انقل قضيتي انقل هنا يمي يعني يمي حتى أمشي بيا باشا ما صارت إنه بعدين آني زين أخذت الحاضر الله أي كل كل طانية أي نقد أي نقد اللي هي دفعتها هي اللي أخذها دفعت له هو حاول ينتقم منعدها هذا انتقام يعني جازاها مجازا يعني أبد مو حلو ورا ما واقفت ورا ما سندت ورا ما حبت وبتعم يعني مو غريبة وكل هاي العشرة هو جازاها ومو بسئلها ترى هو حتى قام يعادي يعني عمه أبوها قام يعادي العائلة كلها فوش مرة بنت كبيرة وزوجها زوجها يعني ما أعد يعني موقف والله العظيم ما حاول أنسا وما أقدر يعني إنتدتها يجون هاي واجه علي العلم زيان هس أنتي أولاد من شاركتهم حتى هس لا لا بس الشيون صار حتى شوف الشيون صار الحمد الله والشكر قلت يعني مرة توفى أبويه مه فاتحة أبويه أنا أخذت جهالي نفس اليوم يعني ها بنتي ولدت فاتصل عليدي عازيني هاذا الحشي هاي السنين كلها راد يرجعني قام ويحشي بس كنت من ديش ويحاشيني يخابرني بس رجعي بس رجعي أنا ما رجعت ما رجعت ما قدرت ما قدرت ما تحملت يعني ما قدرت أرجع له أذكر ماضية وما أقدر أرجع قلت يعني أنا من شنت وحد ويا ومأذيني وإذا وحد ويا يعني صعبة علي يعني صعبة أحس بيا إهانة بس قلت لأخذهم آخذهم جهالي منك يجي يوم يرجعوا لي زين هم صغار قلت أنا هس نسوني نس كذا مالر شنو يجي هو والدته فاتحة أبوي يجو يعازوني وراها بيوم قال لي بنتك صارعتها ابنية وكذا آني ردت الحياة يعني أبوي كان سندي وردت الحياة إلي رجعت الحياة إلي لأن آني من توفى أبوي هم فقدت الوعي يعني يوم إن فقد الوعي ما أقدر بالدنيا شكوا إن ببعدين شوية شوية هي ذي مرادتهم الجهال بعد مرادتهم يعني بقوا ثلاث ولد وبنية ما صارعتها من زوجت لا صارعتها ابنية ولد صارعتها السلولد أول ابتدائي أي فجأة قالت ما أريتهم أي أكيد وديهم الأم هم كذا مدر إيش نفهم من القضية إن والد كان معارض بإن أولاد يجوج أي لأن حتى هم عرفوا بإن بعد ما كمانع ما كمانع هو والدة توفي يعني ما كمانع صارت كبرى وكل ما يكبرون الأطفال كل ما كبر مسؤوليتهم جبتهم يا والله والله ست أشواق يعني شافتني يعني شافت قاعدتي وضعي يعني يعني تي بالتجاوز ساعدوني إيلي إي دين شافوني كبريت شافوني يعني يعني كل شي اشتغلت مو بس خياطة كل شي اشتغلت ما خليش ما اشتغلت بس وإذا هس ابني يعني ابني هذول التوأم البنية ذي شالزوجات بس التوأم البنت والولد 2004 الولد عاف مدرست يعلم يعيشنا بس من احتضانتهم واحتضانتهم كأنه أنا رايش نتخطار راجع وجا يا ربك يعني اي الحمد لله والشكر اي والله يشتغل هو اي يعني يساعد نواب المصرف هو القايم بعيشتنا هس دا حاول يعني نصير شبكة منظمات ايد وحده ونتعاون على هالمواضع حايا نطلق مشاريع للشباب وهذه هي العوائل توعية لهم قبل الزواج شنو نقاط الزواج شنو مسؤوليات شنو قدرة تحمله لان مو بس هي عندها عندي ابنية ريت الزوج الولد الشاب يريد الزوج فاذا اثنين هم ما فاهمين يعني موضوع الزواج صحيح ومجرد هم نقول حبوا بالأخص اللي يحب ما تقدرين انتهم متحاربي وتمنعي هذا بالأخص هذا العمر وهذا سهل الوقت لحنا بي لان رح صير يعني اتجاهات كل شو خيمة فاحنا شو نسوي نحاول نخاويهم ونصادقهم اش رح نسوي هسا ان شاء الله هذا المشروع يعني متهيئين الى انثقف الشباب والبنات اللي مخطوبين قبل الزواج لان نقدر هاي القدرة نقدر نقلل من الحالات اللي بعد الزواج اللي رح صير وصير مثلا يعني هذا المشروع ناجح وزواجهم ناجح او من البداية اذا شافوا اكون صورة ما متفاهمين بها اكون نقطة وقفة ويمها ما متفاهمين بها لا رح يبتعدون ينفصلون عدنا اهون من ما يزوجون ويكونون عائلة وضيع اطفال هو احنا يعني ننظر الها كحالة عامة بالمجتمع حقيقة هذه الحالة مو غربة على المجتمع العراقي بالتأكيد يعني هي مو حالة فردية كثير من العوائل مرت بهذه الحالة هي صبرت وتحملت الى ان عادوا اولادها الى رغم انه طبعا بالتأكيد هذا مخالف للقانون كان يفترض انه الطالب بحقها بألحظان عند الانفصال عن زوجه وبالتالي تهيئ المناخ المناسب لتربيتهم وايضا حتى تفهم مشاكلهم لكن يعني احنا نقول الحمد لله انه هذه العائلة لم تتعرض الى المشاكل الكثيرة التي عانت منها كثيرا من العوائل انا يعني بتقديري انه هذا يصير درس لكل البنات ولكل العوائل انه يجب ان يختار الزوج بعناية لبناتهم وايضا لأهل الاولاد انه يجب ان يختارون الزوجات المناسبة لأولادهم وايضا يختارون الوقت المناسب للزواج يعني كثيرا من الاولاد وكثيرا من البنات يزوجون هما بعدهم طلاب مدارس للأسف الشديد يضطرون او تضطر عوائلهم للصرف عليهم بالتأكيد يعني قبل ان يحققون مطامحهم في تحقيق مصيرهم في بناء حياتهم وبالتالي يعيشون على مصروف ينطيه رب الاسرة للولد وبالتالي هذا رح يصرون عند اولاد يريد يتمتع بحرية اكثر يريد يعيش بيته وزوجته واولاده وهذا ما يوصل له يعني لا مستحيل ان يوصل له فيوصل الى احد معين وال للأسف الشديد تسود الحياة وجوههم ويذهبون الى الطلاق للأسف الشديد اشتركوا في القناة